بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خيري معلم الناس الخيرة اما بعد حياكم الله جميعا احبر الطلبة اليوم نبدأ في قانون لنس الخاص بتحديد اتجاه التيار الحدية والقوة الدافع الحدية طبعا حتى تكونوا بالصورة احنا تنولنا سابقا في قانون فردي فكرة الاشارة السالبة وبدتلكم في قانون لنز هون رح نفهمها اكثر ونستوعب الموضوع الاشي اللي بدي اوضح لك يا دايما انه انا كان في عنده قوة دافكة ربية حتي وكان في عنده تغير في التدفق وكلهما دايما كانوا متعكسين كيف يعني اذا كان في زيادة في التغير في التدفق فورا انا بكون عارف انه رح تنشأ قوة دافعتية رح تكون سالبة طب ليش عشان تكون عكسية لتقاوم الزيادة في التدفق شو بدها اتقاوم الزيادة في التدفق طيب بلك كانت تغير في التدفق سالب فورا بتكون قوة دافعة حتية شو موجب ليش لتقاوم النقصان في التدفق وصلت موجب يعني طردية عشان تقاوم النقصان في التدفق الان عما كلنز احنا هون تعملنا سابقا شوف خلينا احكي عن سابقا شو تعملنا كيف نحسب مقدار الطيارة الحتي وكيف نحسب مقدار المجال المغناطي القوة الدافعة الحتية صح ممتاز بس احنا قلت لكم في نقطة انه ليش مرة التيار بيكون مع اقارب الساعة ليش مرة بيكون عكس اقارب الساعة يعني زي ما بتقول هاي عملت لبس عند الطالب نوعا ما أنا برضو ظن اشمرها اليدين وافكها اليدين ليش مرة بيعتق الغلفانوميتر هيك مع اقارب الساعة مرة عكس اقارب الساعة يعني زي ما انتوا شايفين مثلا تتذكروا هاي الرأس مخ ليش متى مرة التيار بيكون هيك لما قرب مثلا لما بعد بيصير العكس طب شو السبب؟ مقدت لكم في قانون لنز باذن الله رح نفهم الموضوع فانه في بداية هذا الموضوع شو نص قانون لنس عبلاطة بيقول لك القوة الدافع الحثية المتولدة طبعا بسبب التغير في التدفق بغد النظر عن الزيادة او النقصان شو ما لها تكون في الاتجاه الذي يقاوم التغير في التدفق دايما الاتجاه الذي يقاوم التغير في التدفق بيكون عكس التغير في التدفق شو يعني كان في زيادة في التدفق فورا 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 القوة الدافع بتكون عكسه عشان تقاوم الزيادة يعني بتكون سالب اذا كان في زيادة بالتدفق كان في نقصان بالتدفق فورا القوة الدافع شو بتكون موجب عشان تقاوم النقصان في التدفق يعني الثنتين ضرتين عبلاطة اذا واحدة موجب الاخرى سالبة اذا واحدة سالبة الثانية موجبة بس الآن شو اهمية قانون لمس هذا شو بفيدني عسى انتوا بتعرفوا انه اذا صار في زيادة او نقصان في التغير في التدفق مش حكينا انه بدي يولد قوة دافع حثية يا طردية يا عكسية على المهم عكس هون طيب بدي يولد تيار حثي طيب وقلنا لما يتحرك تيار حثي في الدارة معناته بيتولد مجال مغناطيسي حثي يا عيني عليكم اكيد لما انت تيجي على سيليك السيليك يسري فيه تيار كغرباء حثي هذا السيليك رح يولد حواليه مجال مغناطيسي حثي لانه سببه تيار حثي شفتوا كيف الفكرة طيب لنز اعتمد على مبدأ شو قالك قالك انا اذا عرفت بتجاه المجال المغناطيس الحثي شو بقدر حدد وين تجاه التيار شو يعني كلامك يعني يا عملاطة افترض كان في عندي سيليك وقلت لك هاي المنطقة المجال فيها لوين لبرة الان قلت لك هاد مجال مش حثي خلص مجال حدد لي بكل بساطة اكيد 100 بالمية هيك طب ليش لون نتفضل ها طقت ومطقت صح يعني احنا هون بواسطة المجال المغناطيسي حددنا وين اتجاه التيار في السيليك الان نفس المبدأ هون بواسطة المجال المغناطيسي الحثي بدنا نحدد وين اتجاه التيار الحثي طيب هذا المجال المغناطيسي الحثي حسب قاعدة تيار حثي لنز مرة بكون زي الاصلي مرة بكون عكس الاصلي شو قصدك زي الاصلي وعكس الاصلي انت رح تفهم مني اصبر شوية الان متى بكون احسا مش احنا قلنا انه في عنا تيار حتى تولد من ما ولد مجال مغناطيسي حتى فقلنا هذا المجال المغناطيسي ممكن يكون بنفس اتجاه المجال المغناطيسي الاصلي يعني تعال انت عندك المجال الاصلي تمام نحو اليمين فلحتى بيطلع زي نحو اليمين طب بلك كان عكسه نحن قلنا ممكن يكون مشابه الو بنفس اتجاهه ممكن يكون معاكس عكس اتجاهه صح ولا لا طيب هو متى بكون مشابه متى بكون معاكس انت رح يكون في عندك كيك لبس بسيط مش فاهم الموضوع مية بالمية لما نفوت باول سؤال بادن الله رح تستوعب مليون بالمية بس انا بس بديك تعرف لي شغلة هاي الكلمات مفتاحية اذا شفتها بتعرف انت تحدد لي شو اللي صار زياده او نقصان انا بس بهمني انت كطالب توجيهي حاليا تقدر تحدد لي هون شو اللي صار زياده في التدفق ولا نقصان? اذا كان زياده في التدفق فورا المجال المغناطيس الحذي يكون معاكس للاصلي اذا كان في نقصان بالتدفق فور المجال المغناطيس الحذي يكون مشابه لالاصلي مشابه بنفس اتجاهه انا شوف مع بعضنا يلا اذا كان هناك زيادة في التدفق ممتاز زيادة في التدفق فانا فاهم انه تتولد قوة دافع حثية عكسية ممتاز وهو لازم اقول لك هون عكسية لانه زيادة بالتدفق فتولد تيار حثي كمان عكسي ينشأ عنه مجال مغناطيسي كمان عكسي معاكس للاصلي طب هو ليش معاكس للاصلي هسا مش في زيادة بالتدفق انا شو بدي اصوي بدي ارجعه بدي اناقصه بدي ارجع لن شوف لوضعه الطبيعي زي ما كان بديش يخليه يزيد فمعناته بولد تيار حثي معاكس عشان يولد لمجال مغناطيسي معاكس ليقاوم الزيادة في التدفق ركز على كليماتي ليقاوم هسا شوف زيادة في التدفق معناته تتولد قوة دافع حثية فتولد تيار حثي ينشأ عنه مجال مغناطيسي حثي لمقاومة الزيادة في التدفق شوفت كيف تمام طيب بلك كان في عنده نقصان بالتدفق افهم كلامي تتولد قوة دافع حثية طردية ممتاز شوف عيدتها ينشأ عنها تيار حثي مما يولد مجال مغناطيسي حثي هسا مش معاكس ما هي قوة دافع حثية طردية يعني انا رح يكون المجال شوف اذا نقصان في التدفق المجال مغناطيسي حثي بيكون مشابه لاتجاه المجال مغناطيسي الاصلي طب ليش عشان يقاوم ايش عشان يقاوم النقصان في التدفق انا عندي نقصان في التدفق فانا بدي هسيده بدي رجع لمكانه زي ما هو نبلش في المسائل بس قبل ما نبلش اخر نقطة عشان تفهم الموضوع ركز مزبوط تعالوا نقصان في التغير في التدفق معناته قوة دافع حثية طردية فورا تيار حثي فورا مجال مغناطيسي حثي شو ما له مشابه مشابه للاصلي طب ليش ليقاوم النقصان في التدفق شفتو كيف نعم يا استاذ معظم نفس الشي فوق تعالوا شوفو زيادة في التغير في التدفق قوة دافع حثي عكسية طب ليش طيار حثي عكسي طب ليش عشان تنشئ مجال مغناطيسي حثي معاكس للاصلي طب ليش عشان يقاوم الزيادة في التدفق انه مش صار في زيادة بالتدفق فانا بدي عكسه عشان ارجع لاصله اذا كان في نقصان بالتدفق فانا بدي شابهو عشان ادعمه ارجع لاصله طيب مثل يحدث يعني شو في حالات اذا شفت بحكي هاي مية بالمية زيادة في التدفق وانا شوفت بحكي هاي مية بالمية نقصان في التدفق شوفة معي شو الحالات تكون فاهمهم اذا قررت مغناطيس اكيد في زيادة في التدفق لانو بزيد المجال في زيد péțفاق طب اذا دخلت لمنطقة مجال مغناطيسي اكيد راح يحدث زيادة في التدفق لأنه قلنا احنا تيار علاقة طردية مع ايش تدفق تذكروا قلنا معدلة التيار خلال زمن مجد راحنا افهمها بالمحاثة بشكل اكبر باذن الله يعني هون زيادة التيارة الدارة اكيد بتزيد مين التدفق هي برد اكثر التغير في التدفق المغناطيس علاقة طردية مع التيار كل ما زاد التيار زاد التدفق اكيد المقاومة ذرتها للتيار يعني اثنين من الطوشين تغير في التدفق علاقته عكسية مع مين مع المقاومة انت بتعرف تزيد مقاومة الدارة يحضر مقصان في التدفق إذا تنقص مقاومة الدارة يحضر زيادة في التدفق شفتوا كيف؟ تمام يعني أنا إذا شفت كلمة من كلمات هذول الجهرية أنا بعرف شو شغلي صح ولا لا؟ نعم شوفوا الكلمات هاي إذا شفتها معرف إنه فيه نقصان بالتدفق اطلعت من منطقة مجام مغناطيسي نقصان يعني خروج من منطقة مجام مغناطيسي ابتعاد مغناطيس آه راح تقلل المجام مغناطيسي فتح مفتاح الدارة آه التيار راح يسير سفر يعني نقصان بالتدفق مغناطيسي زيادة المقاومة أكيد يعني نقصان التهيارة من الآخر طيب اترك لي هذا الموضوع تعشوف زي ما اتفقنا تغير في التدفق ينشئ قوة دافع حاثية تنشئ مجال حاثي عن طريقه هو تنشئ تيار حاثي يولد مجال حاثي عن طريق المجال حاثي شو بعرف لوين تجهت تيار حاثي طب إنت يعني أوكي ملخوم أنا بدي أفرشيك كيف دك تعرف شوف معي في قواعد معينة بدي أمش عليها إذا أنت مشايت عليها وأنا مشايت عليها من حل أزعم السؤال على هذا الموضوع ونبلش بسم الله عشان تفهم أنت حاليا معجوق ملخوم مش عارف شو فيه هنا عندي ملف لولبي قربت له مجال مغناطيس أولا حدد لي اتجاه المجال المغناطيسي لهذا المغناطيس راح تقول لي هيو من السوت للنور صح؟ هذا المجال المغناطيسي اتجاه المجال المغناطيس الخاص بإيش بالمغناطيس طيب شو الحالة اللي صارت هون عنا؟ اقتراب هيها اقتراب طب شوي احنا قلنا ارجع اذا تمك تقريب مغناطيس اكيد زيادة في التدفق فورا شو بقوله؟ طيب شو بدي اقوله؟ زيادة في التغير في التدفق المغناطيسي من يولد قوة دافع حدية ينشأ طبعا قوة دافع حدية عكسية ينشأ عنها تيار حدية معاكس فيولي المجال المغناطيسي معاكس للاصلي طيب جاوبوني شوية سؤال الاصلي وينه؟ نحو اليمين صاحي اذا انا مية بالمية ملف اللولة بشو بدي يطلع؟ نحو اليسار هي الماء شفتوا كيف شو قصدي معاكس للاصلي الاصلي نحو اليمين اذا شوف مش انت قربت مجال مغناطيسي نعم يعني مش هون صار في تغير في التدفق المغناطيسي الزيادة مش رح يتكون قوة دافع حدية وتتكون تيار حدية طب انا ما بعرف تجاه تيار حدية يعني هو هيك ولا هيك فكيف دعرف؟ بدي يعرف تجاه المجال المغناطيسي الحدية هيو معاكس للاصلي الاصلي نحو اليمين انا عكسه نحو اليسار طيب كيف بدك انت هذا البني ادم يطلع نحو اليسار؟ بتقول لي تعال انجرد مش هذا السلك الطالع بس يبني من الوراه اذا كانت تيار طالع نشوف نعم نحو اليسار طلع زي ما بدي اذا هاي التيار حدية طب بل كي في طالب من الطلاب فاحنا عرفنا انه التيار بيمشي من اف لا ايه هيو شايفينه كيف يحلوين؟ تمام؟ بل كي في طالب هيك طبرة قال لي والله يستطر مش عجبني انا بدي التيار هيك نازل بقوله طب شوي مش انت بدك يا نازل؟ طب انزل بتلاقي المجال لازم نحو اليسار طب هاي نحو اليسار لازم المجال هيك؟ المجال كيف؟ لازم هيك يكون؟ اذا تيارك نازل المجال بيكون هيك؟ معناته في ايش غلط؟ لا انا بدي اياه هيك صح ولا لا؟ بالزبط طيب يا سيدي فدقرأ لك اياها ينشأ تيار حثي من اف لا ايه؟ ليش؟ اقول لك لمقاومة الزيادة في التدفق نرجع نبسط الامور حذب زيادة في التدفق مما سبب نشوقه ودافع حثية عكسية مما سبب تولى التيار كهربائي حثي ولد مجال مغناطيسي حثي وحسب قاعدة لمس هذا المجال المغناطيسي الحثي يكون معاكس للاصلي فاذا كان معاكس للاصلي فيمكن انه عند اذن تحديد اتجاه شايف كلام يفهمه؟ تحديد اتجاه تيارة حثي من اف الى ايه شكرا لك يعني هو طالع طيب طالع طيب يلا اطلع بتلاقي المجال اللي صار صح؟ عكس الاصلي نعم يا استاذ مواذ خرص انتهى يلا نشوف هون نفس الفكرة هيك الاسل الوزرية لا راحة ولا اجد احد الخيارات الاتية يعتبر صحيحا فيما يخص التيارة حثي المتولد في الملف اللولبي عند ابتعاد اهلو ابتعاد ايش مالو ابتعاد ابتعاد مغناطيس ابتعاد مغناطيس شو حكيت لك هايو والله العظيم ابتعاد مغناطيس شو مالو اهو اين خربطات دي؟ هي مبين انها خربطة سوري سوري هاي مبين عين الشمس انها خربطة يعني الطالب الأصل يركز فورا لحد يعرف أنه خربطة هذه النقصان في التدفق سوري عدلوا عنكم النقصان في التدفق ابتعاد مغناطيس فورا يعني حذت هناك نقصان في التدفق معنى هذا الكلام أنه تتولد قوة ذافع حثية طردية معنى هذا الكلام أنه يتولد تيار حثي فيتولد عنده مجال مغناطيسي كونه نقصان في التدفق فيكون المجال المغناطيسي الحثي مشابه للأصلي الأصلي وين؟ من الساوت للنورث صح؟ وجوه المغناطيس من الساوت للنورث أنا سيبني المبرى مغناطيس هي الأصلي معنى تغس من عنه هذا الحثي بدي يطلع زيه صح؟ طيب أنا كيف بدي أخلي الحثي نحو اليمين نحو اليمين نشوف أنا عندي التجاهيل للتيار يا طالع أنا باجع السلك هذا السلك اللي جاي بالوجه بس يبني من السلك الورا دير بالك سيبك من السلك اللي جاي من ورا دير بالك إذا افترضت إنه طالع زيه كالتيار معناته الصابعة مع التيار طالع لازم يكون المجال نحو نيصار إذن رسميتي غلط افتراضي غلط معناته غس من عنده شو ما له التيار نازل طيب نتأكد إنه نازل يلا التيار نازل صح نازل معناته وين بتكون المجال زي ما هو مرسوم شايفين كيف يا أستاذي؟ تعال هيو التيار نازل زي ما هو مرسوم نحو اليمين بالنسبة لكم فإذا باعتمد إنه التيار الحثي من اي إلى اف يعني يكون من اي إلى اف يعني مستحيل الف مستحيل با إما جين إما دال من اي إلى اف طب هو ليش؟ انت منطقيا تولد بسبب الابتعاد مجال مغناطيسي مشابه للأصلي ابتعاد المغناطيس معناته نقصد في التدفق معناته يتولد مجال مغناطيسي حثي مشابه للأصلي كيف بدي المجال مغناطيسي زي هيك فبدي أجرب اتجاهين جربت الفوق فاكتشفت إنه لما يكون التيار الفوق بيكون المجال اللي صار وهذا الشي خطأ عكس المرسوم أنا بديها لليمين فرح جربته نازل وصلت وزبطت معي فحكيت لما يكون نازل معناته هو رايح من إي إلى اف معناته فورا إما جيم إما دال فهو شوف مش هون حذر النقصان في التدفق فينشأ تيار حثي ليقوم النقصان في التدفق هو مش يقوم الزيادة في التدفق أنا بدي دال يعني أنا عارف إنه من إي إلى اف بس هو عشان يقوم النقصان في التدفق هاي شوف شو صار هاي صار نقصان في التدفق صح ولا لأ نعم يا أستاذ يلا إحنا منتدرب على المسائل قاعدين مسائل وزرية يا باشا عند تحريك المغناطيس المستقيم في الاتجاه المبين في الشكل تولد تيار حثي في الملف اللولبي من M إلى N طيب شوي أنا عرفت إنه هون منطقة مجال مغناطيسي أصلي وهون منطقة مجال مغناطيسي إيش حثي طيب شو ساعدك هو قالك تولد تيار حثي في الملف اللولبي من M إلى M وين من M إلى N يعني فيه تيار حثي زي هيك هايو طيب معناته هايو طالع هايو شايفينه عند السلك الطالع معناته فورا مش معاك التيار حثي حدد لتجاه المجال المغناطيس الحثي هون شغلتين معاك مجال حثي وتيار حثي إذا عرفت تجاه واحد منهم تعرف الثانية فورا بقول تعال طالع شوف كيف هايو لليسار إذا المجال الحثي لليسار طيب هذا عند تحريك المغناطيس المستقيم بهذا الاتجاه هذا تجاه التحريك شو من المغناطيس هون مبتعد ممتاز يعني هون ركز مش هو مبتعد معناته نقصان في التغير في التغفق مش هو مبتعد نعم أوكي طيب أستاذ معاد وبالتالي يكون الطرف ألف بالنسبة للمغناطيس طيب نشوف انت بدك الطرف ألف شو بدي يكون هاسم اللي نفهم نجربهم خيار خيار نجرب خيار خيار هاسم مش هو حضرته مبتعد نعم معناته نقصان في التغفق ولد قوة دافع حثية فولد قيار حثي مما يولد مجال مغناطيسي حثي شو ماله مشابه للأصلي دن؟ دن لأنه هو مبتعد صح؟ هايو اتجاه التحريك مبتعد نجرب اذا كان الطرف ألف قطب جنوبي طيب يلا جرب حط القطب هذا الجنوبي هون طرف ألف فاذا نباع الشمالي كيف بدي يكون اتجاه المجال المغناطيسي مش من الجنوبي للشمالي داخل المغناطيس مستحيل هذا غلط كيف هيوه انا جاي معاكس الحثي طلع معاكس للأصلي لا انا شو بدي اياه لازم الحثي مشابه للأصلي صح ولا لا يعني لازم الأصلي يكون زي انا الحثي طب انت رش متأكد من الحثي لانه كان معي طيارة حثي معناته مستحيل انه نكون قطب جنوبي مستحيل انه نكون قطب جنوبي فورا بمسحهم انا مغمض عيني طيب نشوف هل ممكن نكون قطب شمالي منقول يلا تفضل هاي الشمالي وهي جنوبي معناته اتجاه المجال المغناطيسي زي هيك صح اه هيك مشابه هكذا هو مشابه المجال المغناطيسي الاصلي مشابه للمين للحثي طب هو ليش لازم يكون مشابه يعني بلك انا بدي اياه معاكمة هو لازم يكون مشابه ليش انا بقول لك كون المغناطيس مبتعد فبالتأكيد ابتعد المغناطيس معناته نقصان في التدفق معناته قوة دافع حثية طردية معناته شوف اذا نقصان في التدفق خذها قاعدة المجال الاصلي مشابه للحثي اذا زيادة في التدفق المجال الاصلي معاكس للحثي طيب مش هذا نقصان في التدفق معناته لازم الاصلي والحثي يكونوا بنفس الاتجاه متشابهين فالحثي عندي متأكد منه بناء على تيارة حثي انه خلص لازم يكون نحو اليسار معناته الاصلي لازم يكون نحو اليسار فعليا طلع هيك اذا يا فرع جيم يا فرع دال طب انه فرع ما هو استادي طلع قطب شمالي طب اوكي قطب شمالي طب ليش اليقاوم الزيادة في التدفق ولا نقصان لا هيه اللي صار شو نقصان في التدفق فبحقول له هيه جيم اليقاوم النقصان في التدفق فرمتو كيف يا وردات نعم يا استادي مية بالمية وفل شمعنا وراء نشوف السؤال اللي بعديه يلا عند تحريك المغناطيس في الشكل المجاور زي ما انتو شايفين تولده شوف خلص شوفت مغناطيس فورا انت عارف انه هون في مجال مغناطيسي اصلي اذا اكيد في هون حثي صح ممتاز بقول له انا بعرف اتجاه المجال مغناطيسي الاصلي هيو من الساوت للنور صح طيب شوف شوفت مغناطيسي الاصلي عند تحريك المغناطيس في الشكل المجاور تولده في الحلقة تيار حثي مع قارب الساعة عند النظر اليه من جهة اليمين هيني شايف الحلقة انا بطلع لها من اليمين هيك مع قارب الساعة تمام باعتمد للمي الوجه شايفين هاي باعتمدها للمي الوجه اني بطلع هيك او بنزل للمي الوجه نحط دير بعكم طيب ما هو حسب اذا انت بتتفرج من اليسار بتشوفها كيف? عقس اقارب الساعة اذا بتتفرج من اليمين بتشوفها معها agora database تفرجوا مع معا اي انتم هوا شايفين ايدي ايدي شوا مقنها? ن Iraq انتو بالنسبة لكم انا بالنسبة لك اما rod شايفها معا قارب الساعة انتو بتشوفها عكس عقارب الساعة حسب زويتي النظر من وين? بس هو مساعدكم حدد لك ياها يعني هو الاصل ما يحدد لك هذا الاخضر. الاصل خلص يقول لك خلص تكون مع قارب الساعة عند النظر اليه اليمين. انت بتروح اليمين زي ايك بتعمل خلص. ايها. شايفين كيف? دير باقم. يعني هو مساعدة كوية توجه الله. طيب. وعليه يعني عند النظر اليه من جهة اليمين. هسا انا بعرف انه التيار هيك صح? طب ما اقول اذا انا عرفت التيار حتي معناته انا مية من المية شو بكون? عرفت وين مجال الحتي. طب مش التيار حتي هيك معناته المجال الحتي نحو ايه صح? اذا اثنين متعكسين المجال الاصلي نحو اليمين الحتي نحو الايه صار. متى يكون المجالين متعكسين الحتي والاصلي? يكون فقط في حالة واحدة في حال حضور زيادة في الترفق. وصلت? اذا انقصان في الترفق الاثنين بيكونون بنفس اللي اتجاهها الحتي والاصلي. لا اهون زيادة في الترفق معناته شوف. مستحيل وفرعدال مستحيل بلغي. ليش? لانه اون حكي له ويحض collective نقصان بالتطفق وهذا غلط. هون حكي لي واحدة نقصان بالتطفق وهذا غلط. فصفت. اما فرع الف واما فرع جيم. هنو تحدد زيادة في التطفق. ليش? لانه زيادة في التطفق. ينشع عنها قودها في حادثية. فينشع عنها تيارة حادثية. فتولد مجال المغناطيس الحادثي. معاكس للاصلي. انت رايح يصار الاصلي يمين انا يصار رايح. فعليا طيب. طب هسا شو بدي احكي? هو المغناطيس مقترب ولا المبتعد. مش احنا حكينا اذا مبتعد لازم يكون مقصان في التطفق فبستثني هذا الخيار. اكيد بيقول لك هون من جهة مينة فان حركة المغناطيس تكون مبتعدة. طب ما انت كيف مبتعدة وزيادة في التطفق? مستحيل 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 كيف? فهمني ما بيزبط. فمعناته الاجابة الوحيدة الممكنة هي فرع الف. شفتوا كيف دايما بستعمل اسلوب الالغاء مش الاختيار. الالغاء الغي الخيارات المستحيلة بعدين اختار او الزبط اشي. تكون مقتربة? نعم. اذا مقتربة معناته زيادة في التطفق. وفعلا تحذر زيادة. بالاصل انت لما تشوف السؤال فيه خيارات تلغيها من اول نظرة. يعني كيف مقتربة ونقصان? مستحيل. هي لغيته. وكيف هون مبتعدة وزيادة? مستحيل. لازم مبتعدة. شوف اذا مبتعدة نقصان في التطفق. اذا مقتربة زيادة في التطفق. هاي الامور وضحت لك هيها هون هيها. شايفينها? هيها هون طبعا هي عدلتها. هي احداث الزيادة والنقصان. يعني انت مش مبتعد لازم نقصان في التطفق. فهاي انا لغيت خيارين من اول نظرة. يعني هي انا من اول نظرة لغيت خيارين. فصفيت محتار. يا هاي. يا هذا. صفيت محتار بهذور الاثنين. شفتوا كيف? يعني انا من اول نظرة لغيت خيارين وخليت خيارين. طيب نشوف هذا السؤال البسيط الخفيف اللطيف. يعني اسا احنا حاليا فانت حاليا بتتدرب على حل اسئلة وزرية. في يوم عن يوم وتدريب وتدريب وحل اسئلة وحل اسئلة بتطلع مبدئ في قاعدة لينز. عكسا انا من هاي المسائل باعتبرها في الجيبة صراحة. من المسائل اللي باعتبرها في الجيبة قاعدة لينز. طيب شايفين هذا السؤال? هسا الطالب ممكن يواجه مشكلة انا كيف دي حدد انه هذا مجاله الاصلي هذا الحثي يا جماعة الخير. واضح جدا الموضوع. هون في مصدر تيار لا اذا هاي المنطقة الحثية هذا الاصلي. هون في مصدر تيار لا اذا هاي المنطقة الحثية هذا الاصلي. تعالوا هون في مصدر تيار لا اذا هاي المنطقة الحثية هون التيار حثي ومجال الحثي هون الاصلي. شفتوا كيف? اه شوفوا كيف الاية نعكست. انا عندي هون وهذا. طب هسا وين المنطقة اللي بتكون فيها تيار حثي ومجال حثي? اكيد الحلقة طب ليش هاي الاصلية لانه في بطارية في مصدر تيار. شفتوا كيف? نعم. الان شوف شو بده سوي. حدد اتجاه تيارة حتى المتولد في الملف الدائري عند النظر اليه من جهة اليسار لما تتفرج له من هون. شوفوا كيف? يا هيك? يا هيك حسب. تعالوا معي. دايما تبعطي بدنا المنطقة اللي جاية قدام بس يبني من الورا. اللي جاية قدام. طيب تعال. لحظة زيادة المقاومة. طب شوي. اولا انا بدي احدد تجاه المجال الاصلي. انا اخذت قاعدة بحدد تجاه المجال الاصلي. بعدين بحدد تجاه التيار. التيار والمجال الاصلي. بعدين بشوف شو ساير زيادة رفق ولا نقصان. عشان اعرف شو نوع تيارة حتي. يعني شو نوع المجال المغناطيس الحتي عندي مشابه ولا معاكس. التيارة الاصلي هيك صح? من البطارية. امشي امشي هيك. طب ليش انا اعتمدت هذا الاتجاه? ليش ما اعتمدت هذا? لانه انا ما اجعل خارج. اللي اشوف باجعل اللي فوق فوق القلب اللي جوه الملف اللي بمشي نجي من وراه. دير بالك. تمام يا استادي? تمام. يلا. التيار طالع معناته هيك. للي صار. اذا المجال الاصلي. للي صار. طب نشوف. الان هون شو بقول لك? حدد تجاه التيارة حتي ما هو قبل ما حدد دعرف شو صار زيادة ولا نقصان? لحظة زيادة المقاومة. طب لا لا نعم يا استادي. معناته فورا من الزيادة يعني شوف شو حكيت لك? ارجع ارجع هيو. من زيادة المقاومة فورا نقصان في التغير في التدفق. ينشأ عنه شوف. طلا كيف تكتبها الكلام? زيادة المقاومة المتغيرة يسبب حدود نقصان في التدفق المغناطيسي. مما يولد قوة ذافع حثية طردية. فتولد تيار حثي طردي. طب اكد لمقاومة النقصان في التدفق مما يولد مجال مغناطيسي. طب شوي. حثي شو نوعه? طب شوي. مش النقصان في التدفق معناته هادو رح يكون نوعه مشابه للاصلي. طب ليش مشابه? لانه نقصان في التدفق دايما للمجال الحثي مشابه للاصلي. اذا زيادة في التدفق المجال حثي معاكس للاصلي طب ممتاز. مشابه للاصلي يعني لازم غصبا عنه الحثي بدي يكون نحو اليسار زي الاصلي. زي الاصلي طيب. انا كيف بدي الحثي نحو اليسار? بدي احكي تعال التيار يا بيكون طالع هيك? يا بيكون نازر صح? طيب اكيد مية بالمية هو طالع هيك اذا ما جاء نحو اليسار اذا هو هيك. طب بلك يا استد نازل ما هو لا اذا نازل بديك تحكي هيك بيكون نحو اليسار. بيكون يعني على الجهة الثانية عكس المرسوم دير بالكم. انا بظن الخربة تشغل تيسار اليمين عشان بالنسبة اليك انت كناظر. يعني انت بتطلع على اللوح شايفه اليسار. صح? اذا بدي امشي على التيار هيك بكل اليمين وهذا الاشي غلط. طيب الان لما انا اطلع من هون من جهة اليسار انا شايف كيف شايف ركز. هي انا عندي حلقة. والله لازم يكون في عندي حلقة بيزبطش هاضر حكي. المشكلة يعني كيف ده فصل لكم اياها? where is my phone? where is خلص? اسمع صلوا عندنا به. هي عندي اعتبروا زي الحلقة. التيار شو ماله? طالع هيك. فالمجال اليحو اليسار صح? التيار طالع. طب اطلع هي انا بتفرج عليه طالع هيك. انا كمعاد باش بتطلع عليه عند النظر اليه من هي عند النظر اليه من اليسار هي مش انا بتطلع من اليسار طيب ممتاز هي انتو بالنسبة للكاميرا يعني دفترض حالي انا الكاميرا معكم هيك اليمين هيك اليسار ممتاز يعني هنا انا موجود عيساره كيف شايفو مش هو طالع التيار هيك يلا شايفو عكس عقارب الساعة اذا شو هون عكس عقارب الساعة عكس عقارب او عقارب الساعة ولا تزعل تمام ما هو بيختلف الموضوع بس تطلع عليه من اليمين دير بالكم الموضوع بيختلف الله يرضى عمكم يا استاذي طيب لحظة اخراج القلب الحديدي من الملف اللولبى يسبب نقصان المجال اللوتى ملف اللولابي عبارة عن ميو نوت ضرب اي ضرب ان على ال يعني ال هو كان هوى طيب شوف ده اقول لك شو صار انت بتعرف مجال الملف اللولابي عبارة عن ميو نوت اي ان على ال كونه في حديد بدل الهوى خلص حط ميو حديد طلع الحديد اكد رح يصير بدل وهوى فتقل الميو فيقل المجال يعني هون نقصان مجال طيب خاص انت عرفت مش هون نقصان مجال نعم يا استاد معاذ فورا امسح لهذا الحدي خليك الاصلي اصلي زي ما هو ما بتغير الاصلي معنى الاصيل ما بتغير نقصان المجال معناته نقصان التغير في التدفق معناته خلص قوة دافع حثية تولد تيار حثي فيولد مجال مغناطيسي حثي مشابه للاصلي طيب مش انا عارف تيار هيك نحو اليسار فاذا هذا كمان نفس الشي نحو اليسار رح يكون نفس القبة شوية تيارك كيف رح يكون طالع هيك شايفين كيف عشان يطلع المجال نحو اليسار طيب لما اطلع عليه انا من اليسار رح اشوفه كمان عكس عقارب الساعة ضن يا جماعتي ضن عكس عقارب الساعة تمام طب هو يعني انت كيف عرفت هنا شو السبب شو التغير كيف عرفت هنا نقصان يا جماعة اخراج القلب الحديدي الميول الحديد اكبر من الميول الهواء صح تمام فلما انت تطلع الحديد وتحط هو معناته قل المجال اذا قل المجال الله يعطيك العافية معناته هي انا هي حكي لك هي هي يعني انا بيقول لك هي ومش مقصر معك نقصان المجال شوف هي وين راحت هي نقصان المجال وينو خروج من منطقة مجال مغناطيسي او نقصان المجال فورا يحدث مقصان في التدفق شوفوا هون تقريب مغناطيس بيزيد المجال او انك تقرب لمنطقة مجال مغناطيسي بيزيد المجال في يحدث زيادة في التدفق الموضوع والله مو صنع الصاروخ والله انه اشي حفيف لطيف بسيط باذن الله طيب نشوف شو ضايل المسائل يا حلوين يلا تعالوا معي وضع ملف دائري بالقرب من ملف مغناطيس كهربائي كما يلي تمام فبيحكي لك هون اذكر اربع طرق يمكن من خلالها توليد تيار كهربائي حثي في الملف الدائري كما في هذا الشكل اه هذا الحثي معطيني اياه هيك صح طب انا بدي اعرف الاصلي كيف الاصلي كونه التيار زي هيك معناته انا فاهم شغله التيار زي هيك معناته المجال نحو اليسار بدي اشوف الحثي مشكل الحثي هيك طالع طب اطلع معاه بتلاقي كمان المجال الحثي نحو اليسار معناته هون كونهم اثنين بنفس الاتجاه نحو اليسار اكيد في عندي نقصان في التغير في التدفق هذا اللي ولد قوة دافع حثية مشابهة للاصلية صح؟ طيب فكيف هالساح اربع طرق يمكن من خلالها توليد تيار حثي في الملف كمان في هذا الشكل طب شو في طرق بتخليلي نقصان في التدفق اولا ممكن اقول لك طلع شو فيه ممكن احكي لك في نقطة هاي قبش احكينا عنها ابتعاد الملف اللولبي او ابتعاد الحلقة ابتعاد الملف اللولبي او الحلقة صح؟ نعم لما تبعد يحدث نقصان في التدفق فيتولد طلع انا عارف الاصلي زي ما هو هايو نحو اللي صار لما يبتعد الملف اللولبي او تبتعد الحلقة فشو يحدث يحدث نقصان في التدفق مما يولد شوف قوة دافع حثية طردية فيتولد يعني تيار حثي مما يولد مجال مغناطيس حثي مشابه للاصلي ممكن احكي لك يا استادي نقصان التيار في الملف اللولبي صح؟ انت لما تلقص التيار في الملف اللولبي حكينا عنه قبل شوي هايو تعال شوفها نقصان او تقليل تيارة دارة يسبب نقصان في التدفق المغناطيسي صح ولا لا انا بديها عشان يطلع مشابه لازم اعمل اي حدا تبيعمل نقصان في التدفق المغناطيسي ممكن احكي لك كمان شغلة تعال شوف شو هي زيادة المقاومة زيادة ار هاي لما انت تزيد ار يعني نقصت التيار يعني يحدث نقصان في التدفق ممكن احكي لك كمان نقطة شو هي اخراج القلب الحديدي صح؟ طب ما اقام شوي لما تخرج القلب الحديدي تقلل المجال قللت المجال يحدث نقصان في التدفق فيتولد مجال مغناطيسي حثي مشابه للاصل زي ما انتم شايفين فيولد تيار حثي بهذا الشكل يعني عندي اكثر من نقطة انت بتحط اللي بدك ايها قال لك اربع طرق خلص هيذكرت لك ايها نشوف السؤال اللي بعديه ماذا يحدث لاضاعة المسباح في الشكل الاتي مع بين السبب اثناء تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس اثناء تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس من المغناطيس اه كأننا نعكسهم طيب خلص خلينينا ازبطها هون هون قطب الشمالي طيب بدنا نشوف اه انا حسنا بتعرف مين يعني المجال الاصلي ومين المجال الحدي هون في مشكلة عند الطالب شوف كونه في مغناطيس خلص فورا 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 هذا الاصلي هذا الاصلي افهم اذا هون راح يكون في شو حتي طب ما استاد في بطارية ما افهم عليك فهون بصير في تيارين في تيار بطارية وتيار حتي تعالوا شوفوا هون ما كان في يعني مغناطيس وصلت اذا المغناطيس هات انا مش عارف شو الوضع طب بدي اجرب ارد على السؤال قرب قطب جنوبي اصل المغناطيس يعني انا هاي بدي افترض هذا القطب الجنوبي وهذا الشمالي وانا شو بدي اعمل هون تقريب بناء على كلامه انا قاعد بقرب القطب الجنوبي للمغناطيس للدورة صح طب حدد لاتجاه المجال الاصلي راح تقول لي هيك الآن مش انا حددت اتجاه المجال المغناطيسي الاصلي طيب محناته مش اندق رابط مغناطيس نعم تقريب مغناطيس بغد النظر شو كان القطب بغد النظر هذا القطب بحدد لك اتجاه المجال المغناطيسي الاصلي يسار ولايمين صح طيب تقريب مغناطيس معناته زيادة التغير في التدفق اوكي معناته فورا قوة دافع حتي وتيار حثي ممنشئ مجال حثي معاكس للاصلي. طب مش الاصلي هيكة نحو اليمين معناته الحثي لوان بدي كونت نحو اليسار. طيب ممتازة يا وصد مواطنة. طب فورا شوي شوي امال يعني امالك. اذا بدي الحثي نحو اليسار معناته لازم يكون التيار حثي كيف? بدي اقول له لازم يكون طالح هيك شايف كيف? هي التيار الحثي طب يلا طالح هيك نعم الضبط معي. طيب الان يجاوبوني السؤال البسيط. شو بدي سر لضغط المصباح? تزداد ام تقل? بتعرف ان هر رح احكي لك انها تقبل. طب ليش يا استر تقل? اقولكم ليش? هون تيار الملف اللونة بالاصلي. طالع زي هيك صح? ماشي ماشي ماشي. هيو الملف الاصلي كيف تياره? الملف الاصلي جاي من البطارية هيو. نازل. والحثي طالع. اثنين عكس بعض فهيك بيقللوا بعض التيار. اذا كان اثنين في نفس الاتجاه بيقووا بعض. اما هون لا اثنين عكس بعض فبيقللوا بعض. فيحدث نقصة. يعني شو بيصير الاضاءة المصباح? تقل. طب تعالوا شوفوا هون اذا انا بدي اقرب قطب شمالي. شو بدي سوي انا? بدي اقرب قطب شمالي. يعني خلاص. خليني انسح هادا خلاص. هي انا بدي اقرب قطب شمالي. تعالوا. يعني بدي افترض هون انه هاد القطب شو? شمالي. وهذا القطب جنوبي. وانا قربت المغناطيس صح? طيب. فورا اتجاه المجال المغناطيسي ازي هيك صح? مش انت قربت مجال مش انت قربت مغناطيس معناته يحضر زيادة في التغير في التدفق. فينشئ قوة دافع حثية. ينشئ عنها تيار حثي. فتولد مجال مغناطيسي حثي. طب شوي? هذا الحثي معاكس ولا مشابه? كونه زيادة في التدفق شو لازم يكون? معاكس للاصلي. الاصلي مش نحو اليسار? معناته غصبن عنه الحثي وين بدي يكون? نحو اليمين. طيب كيف بدك انت الحثي نحو اليمين? استاذ بدي يكون التيار الحثي نازل هيك. هاي التيار الحثي نازل. كيف تأكد يلا? تيار نازل نحو اليسار المجال مغناطيسي حثي. طيب جوب لي هذا السؤال البسيط. تيار الدارة لوين? هاي طالع من الموجب جاي بنفس اتجاه الحثي. فاثنين بنفس الاتجاه. فماذا يحضر لضاءة المصباح? تزداد. لان التيار الاصلي بنفس الاتجاه ايه شي? بنفس اتجاه التيار الحثي. فهمتوا كيف يا حلوين يا امورين? نعم يا استادي وهيك بنقدر نحكي امورنا فل شمعة من وراء. آآ باذن الله يعني الحصر قادمة رح نستكمل ما تبقى من المسائل الاضافية والاثرائية على قانون ننس. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر امركم. برد كدر اذا كانوا تيارين عكس بعض الحثي والاصلي يحدث نقص يعني تقل اضاءة المصباح. الاثنين بنفس اتجاه تزداد اضاءة المصباح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.